اسمه كتبته اسم الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنتكلم عن موضوع اقترحه الاستاذ أحمد الشيخ وكل الموضوع اللي هتكلم فيه ده هي الشرايح بتاعته اللي احنا هنتكلم عنها والكلام اللي هو كتبه معنا كان المشروع مقترح انشاء شيء اسمه منارة للوعي المجتمعي الوعي المجتمعي ده هو أصعب شيء ممكن الإنسان يصل إليه فيه قنوات كتيرة جدا على التواصل الاجتماعي فيه تلفزيونات فيه أفلام فيه أشياء كتيرة جدا تطلع مبطنة وغير مبطنة صريحة وغير صريحة عشان ترفع وعي المجتمع وتجعل المجتمع قادر على رؤية المقاتل التي تحب به حينما تأتي حكومات ظالمة حكومات غاشمة حكومات ديكتاتورية تسلب منه أراضيه وتأخذ منه أمواله وترفع للدرايب إلى آخر إلى آخر تجاهله وتجعله مجتمع جاهل أو تفقره وتجعله مجتمع فقير أو تشرده وتجعله مجتمع مشتت إلى آخر فالوعي هو أصعب شيء ممكن تجعله قاعدة أن الذي لا يحد على طعام مسكين والذي لا يكرم اليتيم هو كالذي يكذب بيوم الدين طبعا حبنشكر الأستاذ أحمد الشيخ والأستاذ عبد الرحمن النحاس عبد الرحمن النحاس عد المادة الإعلامية وأحمد الشيخ عد المادة اللي هي اللي كتبها لي الشخصيتين دول شخصيتين عظيمتين أنا هأجل الكلام عنهم إلى آخر الكلمة عبد السطر إيدي رحمة طلع عليه والمهندس صلاح عطية رحمة طلع عليه أنا بس حطيتهم هنا في الأول عشان تعرفوا أن دول رمزين من الأفراد الحرجين داخل مجتمعات ما قد تكون هي مجتمعات ما فيهاش ديمقراطية 100% ما هو الوعي المجتمعي في تعريف أحمد الشيخ هو مشاركة الوعي المشترك هو المشاركة الوعي المشترك في المجتمع وهو أيضا الوعي بالمشكلات المختلفة التي توجهها المجتمعات والتجمعات بصفة يومية وهو أيضا أن يكون الإنسان مدرك كيف يستجيب للآخرين تهى التعريفات إن المجتمع لابد يتشارك معنا في مرستوى الوعي اللي احنا بنتكلم عنه الوعي المجتمعي هنا ما نتكلم فيه يعني كلام كتير احنا حطينه أو حطه الأستاذ أحمد الشيخ بيقول إيه في المجتمعات المتخلفة المجتمعات اللي في الدول النامية والمجتمعات اللي بتعيش فيه تحت أنظمة ديكتاتورية إلى آخرة كتير من الأفراد في المجتمعات دي بيكونوا مغيبين وانتو تعرفوا كتير جدا في المجتمعات الدول النامية والدول متخلفة الأفراد بيكونوا مغيبين تماما عن واقع المجتمع فبيتحولوا لما نسميه زومبي زبومبي تحولوا لإيه لزومبي يعني كائنات زومبية فيصبح إيه بيفقدوا البصلة على رؤية مجتمعهم بيصبح عافقهم مظلمة وعقولهم متبلدة ومشاعرهم تصدئة والإنسانية نفسها كإنسانية كإحساس ومشاعر وقيم تصبح غائبة عنه ويصبح الإنسان في هذه المجتمعات زي الوحش الكاسر اللي عايز يأكل أخوه عايز يلقط الأكل قبل أخوه ما يأكله عايز يمنعه ويأخذ حقه في الحياة فإنتهز الفرصة اللي أنا أشلحم أخي فبداية الخلاص بتكون إيه بزيادة الوعي ده شكل الشخص اللي بيعيش في مجتمع منغلق تديره هذه الأنظمة الغاشمة ببداك ويابد يرجع للقيم بتاعته ويابد يجدع للدين بتاعته وجوهر دين لازل قشور الدين اللي احنا شايفينها في كتير جدة من الدول العربية والإسلامية يعطونا قشور الدين الشكل والكحل اللي في العنين وطول اللحية وطول الجلبية وشكل الحجاب وشكل النقاب إلى آخر وده كله فانكوش المطلوب مننا هو وعي مجتمعي وعي مجتمعي المطلوب مننا إيه نتور الأفراد ونرفع قدراتها من أجل تحمل مسؤولاتها وابناء مجتمعاتها وأن المطلوب مننا أيضا هو وعي مجتمعي جديد بيتبنى إيه بقى الوعي مجتمعي جديد؟ يبنى العلم والمعرفة والتكنولوجيا والقيم والأخلاق والتاريخ والثقافة إلى آخره ده الوعي اللي بتكلم عنه وعي وعي لا يدرب بالقيم أو بالغاية الإنسانية عرض الحياة بل يحيي العقل ولا يميت القلب ينمي وجودنا المادي ولا ينكر الأبعاد الروحية لهذا الوجود فنعيش الحاضر وابنى المستقبل ده الوعي اللي بيكلم عنه في التعريفات في تشخيص المأمراض اللي بتصيب أي شعوب الدول النمية اللي تتقن تحت ديكتاتورية حكومتها هو حط معادلات كشاب يعني الشباب زيوك كتير جدا يحب أعملوا واحد وزائد واحد يبقى اتنين يعني في سننا واحد زائد واحد يبقى خمسين واخدم ملكه أو أنتوا عندكوا واحد زائد واحد يبقى خمس تلاف فبيقولك إذا أردنا أن ندمر الدول والشعوب فلابد ندمر الأخلاق ونزعز على الاستقرار ونحدث أزمات ونعمل دايموما الخرب دا بيؤدي إلى تدمير الدولة والشعوب وده اللي احنا شايفينه تماما في كذا دولة من الدول اللي احنا نتكلم عنها دون ذكر الأسماء إذا أردنا نجد أجيال لها ثقافات مشوهة ومستقبل مخيف فماذا نفعل نعيشهم في بيئة مشوهة في القيم وفي الأخلاقيات وفي العقيدة إلى آخر إلى آخر إذا أردنا أن نبني مجتمع وهمي غير مترابط فلابد علينا نجعل المجتمع يتحول إلى كتل بشرية متفرقة ولها ثقافات مختلفة ومتنافرة عشان نطلع منه مجتمع وهمي مجتمع وهمي نتيجة إيه؟ وجود أو تقسيم المجتمع إلى كتل بشرية متفرقة وثقافات مختلفة ومتنافرة إذا أردنا أن نضيع الحكماء ونخليهم يهجوا ويتركوا البلاد ويسفروا ونطبق حديث رحل صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ هيكون أحد علامات الساعة أن يعتلي الروايباد الروايبادة اللي هو التافه الجاهل المنابر والمجالس إذا أردنا أن نستغني عنها لا فنعمل إيه؟ نستمع لدقيق الخطباء اللي هم بيدونا غوغائية خطابية ونزيد على الانتماء للدولة كلنا بيقول نحن وإحنا كلنا كذبين ده يدينا مجتمع وهمي بعض المعادلات الأخرى اللي بيتكلم عنها مع أحمد الشيخ بيقولك إذا أردنا أن نبني مجتمع مخرب فلابد أن نخرب السلوكيات وأخلاقيات الفرد هناك ونمحي إنسانيته ونتمسك بالقشور ونترك الجوهر في الدين هذا بيدينا مجتمع مخرب إذا أردنا أن نأتي نتكلم عن استعمار وتخلف مستدام مجتمع مستعمر وعنده متخلف فلابد إيه؟ لابد نصبح شعوب مستهلكة ما ننتجش حاجة خالص لا ننتج محصولات زراعية ولا ننتج مفروشات ولا ننتج عربات ولا ننتج أثاث ولا ننتج أي شيء نعتمد على الاقتصاد الخارجي نعتمد على الاقتصاد دولي فنصبح مستهلكين فبالتالي حنستعمر ونتخلف دائما حتى المواد الأسسية المواد الأسسية والمواد الأسسية نستوردها من الخارج إذا أردنا أن نعمل ثقافة مصطنعة ورؤية ضبابية فعلينا أن نغيب البحث والتحليل والتدول الثقافي المحلي نغيبها ونؤمنش لببحث ولا بتحليل إن أردنا أن نعمل استعمار إنساني في العمل الإنساني فعلينا أن نعمل كذا أن نحول كل المساعدات الإنسانية لمساعدات استهلكية في الغذاء والفرش والملابس وتكون مخيماتنا عشوائية وغير صلاحة للسكن فبنستعمر إنسانية من المانح وبيفرد لنا المانح ثقافة ثقافته هو الشخصية وإن أردنا أن نعمل شروخات مجتمعية فعلينا نتبع سياسات الطبقية داخل المجتمع طبقيات زي النظام في الهند كده مثلا بيبدأ من صباع الإله إلى راس الإله وكل مخلوق خارج من الصباع غير خارج من الرجل غير خارج من الكعب غير خارج من الرجبة غير خارج من الفقد غير خارج من البطن إلى آخر إلى آخر إلى آخر يبقى نشوف المعادلات اللي حطاها أحمد الشيخ مرة تانية إذا أردنا أننا نشوف سيطرة تامة وقمع مستدام من السلطة الحاكمة فلابد لأن لا نبني في هذا المجتمع مشاريع تنمية أبدا لأن ننمي المجتمع وكذلك نخوف المواطن أن يفكر أن يعمل شيء الخوف وعدم التنمية بيأتوا بيطلعوا مجتمع مسيطرة مسيطرة تامة والقمع المستدام بيأتي يتكون هذه المعادلة إذا أردنا أن نعيش غابة قمعية فلابد أن نختلف مع بعض ولابد إيه الحاكم اللي بيحكمنا يجعلنا نختلف مع بعض ونتعارك مع بعض ونتسارع مع بعض والأمر التاني في هذه الغابة القمعية إن إحنا بنعتمد مرجعيات قديمة بالية متكلسة غائبة عن الوعي مغيبة في بعض الرؤساء أو بعض اللي هم الحكام أو بعض 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 غايبين عن الوعي من اللي بيحكم تلت دول بدون ذكر الأسماء كنا نعرفها تلت دول أربع دول خمس دول ست دول عشر دول من الذي يحكم ها وهكذا اختلاف الفكري والمرجعات القديمة متكلسة تدينا غابة قمعية إذا أردنا أن نعمل خراج ممنهج فعلينا أن نصنع عبثية في التفكير وسطحية في التفكير ونطلع في التلفزيونات ونطلع في القنوات ونطلع كذا الناس بيتكلموا في شيء أصلا مش موجود زي ما عملوا عادي الإمام في فيلم مش فاكل ناس موجود فيلم الفنكوش فيلم الفنكوش كل دول فنكيش بيتكلموا في السطحيات أو بيبتلوا يتهموا الناس دون فهم ودون وعي ودون الإدراك بل بالعكس دي الدمار ها واللي هو واستقصال ها الآخر يبقى هنا فيه كم معادلة الشباب يعني أحمد من جيل الشباب حطرني هنا معادلات كتيرة لباركوكم وانتو رحلين تشوفوها تشوفوها في الشريحة وانتو طلبوها نبعطها لكم بالإيميل ده بالنسبة للمجتمعات النامية دي المعادلات بتاعتها اذا أردنا انها نعمل ندمر المجتمع ونكون عندنا تخلف حضاري نعمل ايه بقى نعمل ما نعملش مشاريع تقاوم مشاريع اللي اتخذوا بلدنا دي المرة واحد ونستسلم ونقبل مشايا الخارجية وخلاص يعني خلاص بقى مش عايزين نعمل ريح نفسك ما الاكل بيجي لنا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا نعمل اكل ليه اللبس بيجي لنا من هنا ومن هنا ومن هنا نعمل اللبس ليه الاساس بيجي لنا من هنا ومن هنا نعمل كالكاسات ليه العلم بيجي لنا من هنا ومن هنا بيعمل العلم ليه ونحن نعمل ليه يعني نشتغل ليه بقى نتكلم من يومين في لندن بالانجليزي في مجال تاني مع بعض الناس على دور الانسان الانسان الذي يفقد دوره الحيوان والحشرة والحشرة بتكون لها دور تقوم به اعظم من هذا الانسان الغائب عن وعيه او الغائبة عن وعيها التي لا تقوم بدورها لان البعرة عازت اتخلقت عشان تدينا لحم وتدينا جلد وتدينا لبن وتدينا كل حاجات دي كلها ده دور اما الانسان اللي يبقمش بدوره فالبقرة والسرصار والخنفسة بيكونوا احسن منه هم كان انعام بل هم اضل كان انعام بل هم اضل بل عكس هم اضل من الانعام لان الانعام تسجد لله وتشكل لله وتسبح لله وتوحد الله اما هذا الانسان الذي يفقد وعيه هو اسوأ من الانعام اسوأ من الانعام اسوأ من الانعام واسوأ من السرصار اللي احنا منحطه تحت لقلينا لان السرصار لي دور في الحياة الخفصة ليها دور في الحياة والعقرب لي دور في الحياة لكن الانسان اللي بيفقد وعيه بيكون زي هؤلاء واقل القمع الحريات وقتل العقول وتخالف الحضرات ده بيكون نتيجة ايه نتيجة انتشار الفقر والجهل التجهيل للمجتمعات مش انتشار جهيل للمجتمعات وافقار المجتمعات ونقص المجتمعات معرفة حقوقها الفردية وعبادة التقاليد مش عبادة رب التقاليد ده بيخلي نعيش فيه بيجينا مجتمع بيقمع الحريات ويقتل العقول ويعمل حضرات وقالنا متخلفين حضرين ده بالنسبة المجتمع اللي هو اللي بنتكلم فيه اللي هو في الدول النامية أما في الدول المتقدمة اللي احنا نتكلم عنها وما احنا قسمنا حسب مما قسموها الوعي المجتمع بيكون نادج هناك فيها لأنه بيعمل بعض الإجراءات الحكومات قابت بها علشان يعني تنتج مواطن صالح يستطيع أن يبني المجتمع ويستطيع أن يكون منتج داخل المجتمع وقبلك فبتجعله وسائل التربية ووسائل التعليم ووسائل التواصل ووسائل المعرفة الى اخير الى اخير اللي كان يخرج مثل هذا المواطن من هذه المجتمعات المستقرة والمتقدمة واللي هي من سموها مجتمعات حضارية بيكون في هناك عناصف التجديد وتنافس وشفافية وحكمة رشيدة داخل مثل هذه المجتمعات المعادلات برضاك في المجتمعات دي بتكون كالتالي الذكاء الاجتماعي اللي هم تسمي السوشال انتليجنس بيكون بناء على ايه؟ بناء على التأمل بيدي الحرية للفرد عندنا أنه يتأمل ويخرج في بعض الدول بدون ذكر الاسماء لما الانسان يخرج يتأمل او يصور او يكلم الناس في الشرع بيحبسوه بيحبسوه شفتوا قد ايه؟ هنا بقى في المجتمعات الاخرى يسمح بالتأمل والخيال وزادة الثقافة ويسمح بيعلم الطفل على التواضع والبساطة والتزام الصمت على سن يسمع الاخرين وتجديد الافكار فبيديك ذكاء اجتماعي لما يكون احنا عندنا عايزين نعمل مجتمع متماسك وقوي يمتلك قراره يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى العملية التعليمية نصغها على قصص متطورة وقصص اخلاقية الحكومات المحلية تتجدد دائما يكون في خطة تنموية واضحة متجددة يكون فيه مشاريع انتاجية ومحفزة للشعوب مشاريع انتاجية شعبية محفزة اذا اردنا ان نعمل مجتمع متماسك وقوي ويمتلك قراره ايضا يكون عندنا اسواق شعبية ومنتجات صناعية وزراعية محلية كذلك مجتمع فاضل يكون عندنا سلوكيات واخلاقيات تمة واضيان متماسكة نجاح فردي ونهوض عام نعمل ايه؟ نعلم المجتمع يا بتاع دعالانية ونكسر حزوز النفس يكون عندنا اصحاب مشاريع نجحة في داخل مجتمعنا بنعمل ايه؟ نخليه وعندهم ارادة قوي ارادتهم خليهم يحلموا يكون عندهم رؤية وعندهم هدف ها؟ مسئولية مجتمعية عند الافراد في المجتمع نخليهم يعني تحملوا الفرد يتحمل او الطفل يتحمل مسئولية منذ صغري ها؟ ونقول له خلي بالك من التصحر خلي بالك من الجفاف خلي بالك من الظلم خلي بالك من الاخلاق خلي 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 بالك من كل جهاز الاشياء إذا أردنا أن نتقي بالوعي الثقافي والإنساني بنعمل إيه؟ العمق في التفكير، الاحترام، القدرة، الرحمة، النظام، التضحية، التدريب، الإعلام، الدمير كل هذه الأشياء بتسمح بها المجتمعات القوية أو الدول المتقدمة لأنها عادة تخرج من عندها إنسان أو مواطن منتج مواطن فاعل ومفاعل يستطيع أن يكون منتج ويحمي الوطن من الداخل ومن الخارج أما الدول الأخرى القمعية فمش عايزة مواطن منتج بل بتقسل مواطن منتج وعايزة مواطن ممسوخ الهوية، ممسوخ الشكل، ممسوخ الأخلاق، ممسوخ في كل شيء يقوم به وغير منتج يبيع دينه وعرده ووطنه وبيلاقيه من أجل مال أو من أجل حفنا دولارات أو دينارات أو أو إلى آخر دي بعض اللي هي النقاط اللي نحن نتكلم عنها في المجتمع المتقدم لما نجي نتكلم هنا قبل ما ننتهي يعني طيب أنت دخلتنا في المجتمع اللي هو المتخلف ده وقلت لنا كذا وكذا وكذا اللي حال في المجتمع المتخلف ده في بعض الحلول أنا كنت عملتها باللغة الإنجليزية فحقولها عليكم دلوقتي للمجتمعات اللي هي من الدول اللي هي لم تنمو بعض أول حاجة بالنسبة الدول اللي هي متخلفة دي أول شيء الاستثمار في إيه؟ الاستثمار في كل أنواع التعليم الاستثمار بأننا نبني الأسواق المحلية الاستثمار بأننا نشجع اللي هو يعني إيه؟ الاعتماد عن نفسه في التوظيف اللي احنا نسميه self-employment والاستثمار في المعرفة في معرفة وسائل المعرفة المختلفة والاستثمار أيضا في تنمية الروحانيات القائمة على العقيدة ليس على القشور العقيدة الاستثمار في بناء قدرات المواطنين وقالوهم مسؤولين على الوطن والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا واحترام احترام أخلاقيات وقيم وعقائد الشعوب والاستثمار في بناء مجتمع مدني قوي ومؤسسات قوي ده من نسبة دول متخلفة يبقى احنا اتكلمنا عن ناحيتين اتكلمنا عن الدول المتقدمة عامة ايه؟ وبتعمل ايه؟ احتراما لأبنائها والدول اللي هي ديكتاتورية بتعمل ايه؟ علشان تقمع أبنائها وتجعلهم قادرين على أنهم يبنوا المجتمع لا من الداخل ولا من الخارج آخر شريحة موجودة عندنا هنا هو اللي هي عندما تحاول مشاعر الفزاعات الاستراكية المشاعر التنموية ممكن تكون ديها نقطة في البداية أنا بكلم هنا هو أضيف عليها نقطتين اللي هو الزيرو بوينت عندنا أن انت تبدأ بخطوة تبدأ بخطوة المعرفة ورقم الصفري هو رقم إيجابي يبقى نحونا وحلنا بالنسبة لكل ما هذين المشاكل سوف يكون متخلفة أو غيرها الحل بيبني على ثلاث أساسيات الأساسي الليقولها هي التعليم الأساسيات التالتة اللي هي بناء الاقتصاد المحلي الذي يبنيه الفرد كل فرد في الوطن يستطيع بناء هذا الاقتصاد والتالتة هي أيضا اللي بناء مجتمع مدني قوي ومؤسسات قوية نرجع بقى المثالين اللي كتكلمت عنهم في الأول ده دي اللي هو الاعلانات نرجع المثالين تاني ده أنا قلت حتكلم عنهم في الآخر ده اللي عبدالسطار إيدي رح مطلع عليه باكستاني ولد ده سنة 1928 1928 قبل انقسام الهند إلى باكستان وبنجلديش والهند وهاجر مع والدته من إقليم اسمه قليم جوجرات في الهند وكانت أسرة فقيرة جدا 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 وكانت أمه مشلولة أمه مشلولة فماتت وهو عنده 11 سنة وكان هو اللي بيمرضها وبيأكلها وبيشربها ها وقايم على الأسرة فلم يستطيع ان نكمل تعليمه ده اللي هو عبدالفتاح عبدالسطار إيدي اللي هو على الشمال ده هذا الرجل بعد أن تعلم من تجربة موت أمه وعدم وجود عناية صحية ورعاية صحية لها كامرأة أو لأي أحد آخر وشاف كل المشاكل اللي بيعاني منها المرضى في هذا المكان قرر لما انتقل لباكستان في مدينة اسمها كاراتشي لعاصمة باكستان كلنا نعرفها طبعا بدأ يفكر كيف يساعد الآخرين من ناحية الصحية وأسس مؤسسة اسمها مؤسسة إيدي الخيرية المؤسسة دي بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت من الصفر في مجتمع غير ديمقراطي في مجتمع كان لسه ناشئ حتى بعد إيه؟ بعد مفصال باكستان عن إيه؟ عن الهند لكنه بعدم وجود إمكانية وعدم وجود أي شيء إلا رؤية واحدة أن يخدم هذا المجتمع صحي عمل المؤسسة دي وقبل ما يعمل هو كان بيشتغل إيه؟ عشان يكمي يعيش هو أخواته كان بيشتغل بائع متجول وأنا قلت ما كملش تعليمه لكن كان دايما بيفكر في خدمة الآخرين كل حياته بسيطة إلى أن مات وقتها سنة 1928 ومات 2016 رحمة الله عليه لما مات كان عنده 330 مركز صحي في باكستان أسطول سيارات إسعافية 1500 سيارة يكفل أكثر من 50 ألف يتيم أنقذ أكثر من 20 ألف طفل لقيت درب أكثر من 40 ألف ممرض وممرضة كان عدد الموظفين في مؤسسته لا يقل عن 2000 موظف والبلاد اللي سعيدها من مؤسسة إيدي كانت بنجلديش، أفغانستان، إيران، سريلانكا، كرواتيا، أندونيسيا حتى الولايات المتحدة في إعصار كاترينا دخلوا في موسوعة جينيس كتاب بتاعهم ليه؟ سنة 2000 لعدد سيارات الإسعاف اللي هو عملها، اللي هو أنشأها والأسف لم يحصل على جهزة نوبل ليه؟ ده السؤال لتسألوا أنفسكم على حيادية هذه الجوائز على حيادية هذه الجوائز هذا الرجل بداية